منذ أعلن الحوثيون دخولهم على خط المواجهة مع إسرائيل أواخر أكتوبر الماضي نفذوا عشرات الهجمات على سفن انتجارية وحربية ترتبط بإسرائيل وحلفائها الغربيين لكنها المرة الأولى التي يقتل فيها عدد من البحارة ويصاب آخرون في هجوم حوثي وقالت مصادر غربية إن السفينة المستهدفة هي True Confidence المملكة لجهة في ليبيريا وترفع علم دولة باربادوس لكن الحوثيين يقولون إن السفينة أمريكية وإنها لم تستجب للتحذيرات بعدم المرور عبر مضيق باب المندب الهجوم الحوثي رفع من التوتر في منطقة المضيق فقد أعلن الجيش الأمريكي الذي تنتشر قواته قرب الحدود اليمنية تنفيذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين حوثيتين شكلتا تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أعرب عن شعوره بالفزع بعد أنباء مقتل البحارة في الهجوم الصاروخي الحوثي وندد كاميرون بهجمات الحوثيين التي وصفها بالمتهورة والعشوائية على طريق الشحن الدولي وطالبهم بوقفها كما توعد بمواصلة الدفاع عن حرية الملاحة وفق تعبيره معز محمد تلت عربي